التحريف الخامس في الأحاديث التي ذكروها في كتبهم حذفوا من بعضها هذا التعبير ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا ذكروا من أن النبي ترك للأمة الكتاب والعترة ولكنهم حذفوا هذا التعبير ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا ولا يؤثر هذا بشيء كثير على مضمون الحديث لو كان عندنا من حديث رسول الله فقط هذه الجملة إني تارك فيكم كتاب الله وعترة أهل بيتي هذه تكفينا لا نحتاج إلى قول رسول الله وإنهما لن يفترقا لن يتفرقا حتى يردى علي الحوض لا نحتاج إلى هذا ولا نحتاج كذلك إلى قول رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا يكفينا هذا الكلام من رسول الله إذا قال إني تارك فيكم كتاب الله وعترة أهل بيتي يكفينا هذا واضح حينما ذكر الكتاب فإن الكتاب يحتاج إلى مفسر فهؤلاء هم الذين يفسرون الكتاب وانتهى الأمر وحينما قال إني تارك صيغة فاعل تدل على الزمان الحاضري وعلى الزمان المستقبلي إني تارك تارك فيكم الآن في هذه اللحظة وهذا الأمر سيبقى مستمرا إلى قادم الأيام لا نحتاج أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ولن يفترق حتى يرد علي الحوض لكن سيد الكائنات يعرف هذه الأمة الملعونة هذه الأمة الخائنة هذه الأمة الغدارة هذه الأمة الفاجرة يعرفها جيدا رسول الله ولذا أكد مضمون هذه الجملة فقال إني تارك فيكم الثقلين الثقلين يعني الشيئين الثمينين النفسين هذه الجملة لوحدها تكفي في أن ما سيذكره بعد الثقلين سيكون منزها عن النقص والعين الكتاب واضح معصوم والعطرة أيضا بحسب وصفها بأنها ثقل من الثقلين الذين تركهما رسول الله هذه تركة رسول الله رسول الله معصوم وتركته معصومة تركته قرآن معصوم وعطرة معصومة وهذا هو المنطق السليم الذي يحفظ الهداية والسلامة لهذه الأمة برنامج الغدير ولذا فإن النبي حشد في هذا النص كل ما يمكن أن يحشد لتوثيق الموضوع وتأكيده إني تارك إنها تركة سيد الكائنات هذا المعصوم الأعظم ترك للأمة تركة معصومة إني تارك تارك فيكم الثقلين الشيئين النفيسين كتاب الله وعطرة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيدي لن تضل بعدي أبدا وجاء بهذا القيد بعد وعطرة أبدا للتأكيد ما إن تمسكتم بهما معا لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوط إلى نهاية الدنيا إلى نهاية الدنيا أغلق كل الأبواب لم يترك نافذة صغيرة من الشكوك أو الأوهام أو الشبهات إلا وأغلقها رسول الله القضية واضحة هذا حديث محكم في غاية الإحكام دلالته واضحة جدا فهمه لا يحتاج إلى ذكاء وإلى تعمق في اللغة أو البلاغة أو الأدب كلام عربي واضح جزل صريح أنا رسول الله تارك فيكم هذه تركتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي كلام واضح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان ولكن هم يحاولون بقدر ما يستطيعون أن يقللوا من شأن هذا الحديث ولذا حذفوا في العديد من صيغه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا وكذلك حذفوا في بعض الصيغ وإنهما لن يتفرق لن يفترق حتى يرد علي الحوط هذا مثال آخر من أمثلة التحريف التي تعرض لها حديث الثقلين وكل هذا موجود في أجواء سقيفة بني ساعد التحريف التحريف السادس تحريف معنوي قالوا هذا الحديث صحيح مثل ما قال ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية من أن حديث الثقلين بلفظ وعترة حديث صحيح وهو حديث صحيح لا حاجة لشهادة الألباني وغيره حديث معروف بين المسلمين ولذا فهو منتشر في جميع أنحاء المكتبة الدينية السنية وفي جميع أنحاء المكتبة الدينية الشيعية ومر الكلام بهذا الخصوص فيما تقدم من الحلقات لكن الألباني نفسه وغيره وسائر علمائهم أتحدث عن علماء سقيفة بني ساعدة يدخلون نساء النبي في العترة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي يدخلون نساء النبي في هذا الحديث الكلام ليس منطقيا الكلام ليس منطقيا لأن الحديث يقول من أن الاثنين لن يتفرق حتى يرد على رسول الله على الحق هذا هو أن موجود في الصيغ المختلفة لحديث الثقلين في كتب السنة وفي كتب الشيع الكتاب والعترة لن يفترق لن يتفرق حتى يرد على رسول الله على الحاوض لا توجد مساحة لا يوجد زمان يحصل فيه افتراق ما بين الكتاب والعترة فهذا يعني إذا كانت نساء النبي جزءا من العترة هذا يعني أن نساء النبي لن يفترقنا عن الكتاب وهذا يقتضي أولا أن يكون عند نساء النبي علم كامل بالقرآن أن يحطنا بالتبيان الكلي للقرآن وهل يقول أحد من السنة بذلك النبي عنده كل التبيان والعترة كذلك ولذا فإن النبي قال عنهما عن الكتاب والعترة من أنهما لن يتفرق لن يفترق لو كانت العترة جاهلة بحرف واحد فهذا الحديث لا يصدق بحقها لو كانت العترة جاهلة بحرف واحد بل بما هو أقل من الحرف الواحد في هذه المساحة هناك افتراق لن نستطيع أن نتصور أن العترة لا تفترق عن القرآن أبدا وهي تجهل شيئا من القرآن إنها تفترق هنا عن القرآن بسبب جهلها فهل نساء النبي كن على علم بالقرآن كله من الذي يدعي هذا من الذي يقول بهذا لا في السنة ولا في الشيعة ولا في عشيرة الجن الأزرق نساء النبي إذا كان هناك هناك من علم عنده فهو علم محدود جدا محدود جدا الحديث واضح من أن العترة تلازم الكتاب ومن أن الكتاب يلازم العترة ولا توجد مساحة للإفتراق الجهل حتى لو كان قليلا يمثل مساحة للإفتراق وحتى إذا أردنا أن نغض الطرف عن الجهل عن العلم العمل ماذا نفعل به عائشة في الجمل في واقعة الجمل هل كانت مفترقة عن القرآن أم كانت مع القرآن ماذا تقولون ماذا تقولون وحفصة التي كانت في المدينة حينما وصل إليها كتاب عائشة تخبرها من أن علي عسكر في ذيقار وهو كالأشقر مثل عربي له قصته إنه جواد لقيط بن زرارة مثل معروف لا أجد وقتا لحكايته كلمة قالها لقيط بن زرارة عن فرس له أشقر قال يا أشقر إن تقدمت نحرت وإن تأخرت عقرت أشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر الخيل الشقراء من الخيول العربية الأصيلة تعرف بسرعة حركتها وبسرعة جريها ولذا فإن العرب لا يفضلونها في الحروب يفضلون الخيول الدهم التي هي أكثر صلابة وأكثر قوة في الحروب يفضلون الخيول الشقراء في السباق وفي السفار إنها خيول سريعة وفي الحروب الخيول السريعة لا تنفع لأن سرعة حركتها قد تسبب الهلاك لنفسها أو لفارسها ولذا كان يقول لجواده لقيط بن زرارة من كبار مشايخ العرب في العصر الجاهلي قال أشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر عائشة كتبت إلى حفصة إن علي نزل في ذيقار وهو كالأشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر كانت تتصور أنها ستتغلب على علي غباء لا نظير له وسفهة لا مثيل لها هذا علي هذا علي لما وصل الخبر إلى حفصة جمعت الجواري وجمعت أقرباءها وأخذنا يضربنا بالدفوف ما الخبر ما الخبر علي كالأشقار إن تقدم نحر وإن تأخر عقر يضربنا الدفوف ويرقصنا فرحاً بهذا الخبر هذا الموقف من حفصة هذا الموقف موقف قرآني وهذا الكلام من عائشة وموقف عائشة في الجمل موقف قرآني هذه المساحة افترقت فيها عائشة عن القرآن وافترقت فيها حفصة عن القرآن فكيف يكون رسول الله صادقاً إذا كان يقصد بهذا الحديث نساءه أيضاً سيكون رسول الله كاذباً لأن نساءه إذا كنا داخلات في حديث الثقلين افترقنا هنا عن القرآن مع أنهن يفترقن عن القرآن بجهلهن بالقرآن ولكنني افتردت من أن الأمر هذا ليس مهم فصوبت نظري إلى الجانب العملي فنساء النبي يفترقن عن القرآن نظرياً وعملياً فكيف يدخلنا في حديث الثقلين هذه أكاذيب علماء السقيفة بن ساعد هل العترة هنا لا تفترق ولن تفترق ولن تفترق عن القرآن نظرياً ولن تفترق عن القرآن عملياً فهي عالمة بكل القرآن ظاهراً وباطناً وهي عاملة بكل القرآن ظاهراً وباطناً وإلا لا معنى لقرن العترة بالقرآن ولا معنى لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبداً ولا معنى لكلامه من أن الكتاب والعترة هما الثقلان الشيئان النفيسان العظيمان ولا معنى لكلامه من أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحاوض إذا كانت العترة تجهل بالكتاب وإذا كانت العترة تقصر في عملها بالكتاب فمه معنى هذا الكلام من سيد الكائنات من محمد صلى الله عليه وآله المنطق السليم والفصاحة العربية والأدب العربي الرفيع يقطع يقطع بأن الكتاب معصوم بحسب عقيدتنا وبأن العترة معصومة ولا توجد مساحة لجهلها بعلم يرتبط بالكتاب ولا توجد مساحة أيضا لتقصيرها بعمل يرتبط بالكتاب إذن الأمر واضح واضح جدا ولكنهم هكذا يعبثون بدين أتباعهم هذه الحكاية ليست جديدة هذه الحكاية منذ أول لحظة من لحظات انعقاد السقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها نذهب إلى فاصل حديث الحوأب حديث صحيح حديث الحوأب الحوأب منطقة قريبة من البصرة يمر بها الآت من الحجاز قبل أن يصل إلى البصرة يمر بمنطقة الحوأب والحوأب تعني المساحة الواسعة المبسوطة من الأرض الوادي المتسع صحراء البصرة إنني أقرأ عليكم من سلسلة الأحاديث الصحيحة لمن للوهابي السلفي المتشددي لناصر الدين الألباني المتوفى سنة ألف أربعمية وعشرين للهجرة هذا هو المجلد الأول القسم الثاني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة ثمانمية وستة واربعين رقم الحديث أربعمية واربعة وسبعين حديث الحوأب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعائشة هذا الكتاب لا توجد فيه إلا الأحاديث الصحيحة بحسب مؤلفه أن يتكن تنبح عليها كلاب الحوأب هذه كلمة رسول الله المعروفة قالها لنسائه وكان يشير إلى الحميراء إلى عائشة أن يتكن تنبح عليها كلاب الحوأب يولد الخبر بخصوص مجيئها إلى البصرة يشير إلى المصادر طلبا للإيجاز سأذهب إلى موطن الحاجة أن عائشة لما أتت الحوأب إنها المنطقة القريبة من البصرة سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله قال لنا أن يتكن تنبح عليها كلاب الحوأب فقال لها الزبير ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس فتركت كلام رسول الله وأخذت بكلام الزبير من هو هذا الزبير ما قيمته ما قيمته من هو هذا الزبير الكلام سمعته من رسول الله هي التي تنقل الحديث أن عائشة لما أتت الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله قال لنا أن يتكن تنبح عليها كلاب الحوأب فقال فقال لها الزبير ترجعين متعجبا عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس ثم يدخل الألباني في التفاصيل إلى أن يقول هو ألباني في كتابه صفحة ثمانمية وأربعة وخمسين ومن قبل الألباني على سبيل المثال الإمام الذهبي من أئمة الشوافع وهذا كتابه الشهير سير أعلام النبلة الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الرسالة هذه الطبعة الثانية 2022 ميلادي صفحة 177 قال أحمد في مسنده أحمد بن حنبل حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل حدثنا قيس قال لما أقبلت عائشة فلما بلغت مياها بني عامر ليلا إنها منطقة الحوأب نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا قالوا ماء الحوأب قالت ما أظنني إلا أنني راجعة قال بعض من كان معها وهو الزبير بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بترى تعني دينا أبتر هذه قضية واضحة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب ماذا قال شمس الدين الذهبي إمام الشوافع شمس الدين الذهبي متوفى سنة سبعمية وثمانية وأربعين للهجرة علق على الحديث قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه لم يخرجوه من أمثال البخاري ومسلم هذا حديث صحيح الإسناد هذه حديث صحيحة ولذا فإن الألباني لا يستطيع أن يتجاوز هذه الحقيقة ونحن في القرن العشرين لأنه توفي الألباني سنة 1999 ميلادي فلذا ذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة من خلال مراجعة لكتب علماء السنة كبار علمائهم يقولون بصحة هذا الحديث بحسب إصطلاحهم في تصحيح الأحاديث وهذا موجود في كتبهم المعروفة هكذا يعلق الألباني أتمنى على شباب السنة إذا كانوا يتابعون هذه الحلقة أن يدققوا النظر فيما يقوله هذا الرجل ولا نشك هو الذي يقول ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأاً من أصله إنها تفاهق القرآن ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأاً من أصله ولذلك همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي عند الحوأب ولكن الزبيرة رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع الزبير يخالف رسول الله لماذا رضي الله عنه هذا يذكرني بواقعة جميلة عبد الحسين شرف الدين العالم الشيعي اللبناني ذهب إلى سوريا وأراد زيارة قبر حجر بن عدي في منطقة عذراء بقرب مدينة دمشق فذهب إلى عذراء إلى منطقة عذراء لزيارة قبر حجر بن عدي وجد السادنة الذي قد عينته الأوقاف السورية فسأله قال قبر من هذا قال هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما حكايته إنني أعرف أن حجر بن عدي من أهل الكوفة ما الذي جاء به إلى الشام قال لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتله ودفنه هنا فقال له فقال له لماذا قتله قال لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حسناً حسناً فعل عبد الحسين شرف الدين قال له وأنت يا رجل رضي الله تعالى عنك وأرضاه هذا هو دين السنة هذا هو دين السقيفة بن ساعد فهذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لقد قتله سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه كان على دين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي ورط معاوية في ذلك سيدنا الشيطان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عن الجميع وأرضاه عن كل قطان الكرة الأرضية ولكن الزبيرة رضي الله عنه هي تقول له عائشة تقول له من أن رسول الله قد قال كذا وكذا ولكن الزبيرة رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا وهذا من العشرة المباشرة بالجنة الزبير من العشرة المباشرة بالجنة وهو يخالف رسول الله ويضحك على أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين عائشة سمعت الكلام من فم رسول الله فها هي تضحك على نفسها وبعد ذلك يقولون لنا من أن عائشة من العترة أي عترة هذه ولكن الزبيرة رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله عسى الله أن يصلح بك بين الناس ولا نشك أنه كان مخطئا في ذلك أيضا والعقل يقطع بأنه لا مناصة من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين التي وقع فيهما مئات القتلى كذاب يا ألباني كذاب يا ألباني آلاف مؤلفة من القتلى آلاف مؤلفة من القتلى ابن قتيبة الدينوري من مؤرخي السنة المعروفين في كتابه عيون الأخبار في الجزء الأول لو كان في نيتي أن أذكر هذه الحادثة لجئت بكتابه لكن الحادثة خطرت في ذهني الآن في نفس هذا السياق ابن قتيبة الدينوري في الجزء الأول من عيون الأخبار ينقل حادثة جميلة عن أم أفعي العبدية دخلت على عائشة فقالت لها يا أم المؤمنين ما تقولين في إمرأة قتلت ابن لها صغيرا فقالت عائشة وجبت لها النار قالت يا أم المؤمنين ما تقولين في إمرأة قتلت عشرين ألفا من أبنائها الأكابر قالت خذوا بيد عدوة الله خذوا بيدها أي أخرجوها من مجلسي هذا الرقم هو أقل من الرقم الحقيقي المؤرخون يذكرون خمسة وعشرين ألفا الذين قتلوا في واقعة الجمل هذه هي الدماء التي سفكتها عائشة والزبير وطلحة وطلحة أيضا من العشرة المباشرة بالجنة أية جنة هذه وأي دين هذا ويقولون لنا من أن عائشة من العترة أية عترة هذه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الذين تمسكوا بعائشة في واقعة الجمل ضلوا أم كانوا على هدى ماذا تقولون أين عقولكم يا أيتها الأمة الغبية يا أيتها الأمة الغادرة برسول الله أين عقلك يا أيتها الأمة هكذا يقول الألباني والعقل يقطع بأنه لا مناصة من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى ولا شك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة ومنها ندمها على خروجها هذا أدل دليل عنها خطأها ومنها ندمها على خروجها وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها يعني أنها قد أصبحت نادمة على ما فعلته في البصرة وذلك أيضاً مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور فإن عائشة كانت معجورة إذن لماذا تقول عنها من أنها كانت مخطئة رضي الله عن عائشة وأرضاها ورضي الله عن الزبير وأرضاه ورضي الله عن طلحة وأرضاه ورضي الله عن علي وأرضاه ورضي الله عن الذين قتلهم علي من جيش عائشة وأرضاهم ورضي الله عن الذين قتلتهم عائشة من جيش علي وأرضاهم ورضي الله تعالى عن الشيطان وأرضاه ما هذه المهزلة ما هذه المسقرة إذا كانت القرون الماضية غبية فما بالكم يا شباب السنة يا أيها المثقفون وأنتم تعيشون في القرن الحادي والعشرين ما هذا الغباء ما هذا الهراء وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المعجور رجاءً اعرضوا لنا صورة الألباني هذا هو الألباني محمد ناصر الدين الذي توفي سنة ألف أربعمية وعشرين هذه صورة من صوره في آخر أيامه هناك صورة مشهورة له أخرى رجاءً نعرضوها هذه الصورة المشهورة لناصر الدين الألباني إنه صاحب هذا الكتاب وإنه صاحب هذا الكلام الذي أقرأه عليكم من كبار علماء السلفية ومن كبار المتخصصين بعلم الحديث في أوساطهم وهذا أمر معروف في الأجواء السنية السلفية نذهب إلى فاصل كلمات مهمة سأقرأها عليكم من كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه المتوفى في السنة السادسة والسبعين للهجرة هذه طبعة مؤسسة نشر الهادي إنها الطبعة الثانية ألف أربعمية وستعش هجري قمري هذا هو الجزء الثاني صفحة سبعمية وستين وما بعدها من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الناس هذه كلمات رسول الله في أيامه الأخيرة منذ بيعة الغدير وإلى يوم استشهاده صلى الله عليه وآله كان يردد في المسلمين هذه الكلمات يا أيها الناس إني قد أعلمتكم ماذا أعلمنا مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم فقلدوه دينكم هذا هو التقليد الأصل التقليد هنا هذا هو الذي أقوله لكم وقلته لكم في برامجي من أن التقليد في الأصل للمعصوم أما التقليد لرواة الحديث فإنه يأتي تقليدا طارئا فرعيا التقليد الأصل للمعصوم يا أيها الناس إني قد أعلمتكم ماذا أعلمنا رسول الله مفزعكم وإمامكم بعدي ودليلكم وهاديكم وهو أخي علي بن أبي طالب وهو فيكم بمنزلتي فيكم فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم فإن عنده جميع ما علمني الله وأمرني الله أن أعلمه إياه وأعلمكم أنه عنده فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه بعده ولا تعلموهم ولا تتقدموهم ولا تتخلفوا عنهم لماذا لماذا يا رسول الله لماذا كل هذا فإنهم مع الحق والحق معهم لا يزايلوه ولا يزايلهم عائشة في البصرة كانت مع الحق ألم تكن قزايلة الحق العترة مع الحق والحق معها فإنهم مع الحق والحق معهم لا يزايلوه لا يزايلوه ولا يزايلهم الكلام واضح هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقولوا يا شباب السنة هذه كتب شعية ما أنا أحدثكم من كتب سنية ومن كتب شعية الفيصل هو المنطق الفيصل هو العقل الفيصل هو القرآن الفيصل الحجة والبرهان هذا هو الفيصل الفيصل لا يكون الكتاب سنيا لأنك سنيون ولا يكون الكتاب شيعيا لأنك شيعيون هذه حقائق حينما تبحثون عن الحقيقة فلابد أن تعرفوا من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها أكانت في كتب السنة أم كانت في كتب الشيعة وإن الأباطيل لا قيمة لها أكانت في كتب السنة أم كانت في كتب الشيعة الأباطيل أباطيل والحقائق حقائق ليس مهما أنني أتحدث بالأباطيل أو أنني أتحدث بالحقائق فحينما أتحدث بالأباطيل فإنني لن أستطيع أن أجعلها حقائق وحينما أتحدث بالحقائق فإنني لن أستطيع أن أجعلها أباطيل ربما أخدعوا بعض الناس لكن حبل الكذب قصير ولذا فإن الذين يدخلون في هذا الدين بحسب ما يقول الرجال مثلما يدخلهم رجل يخرجهم رجل أما الذين يدخلون في دين محمد وآل محمد بالحقائق بحقائق القرآن وبحقائق سنة رسول الله وسنة العترة الطاهرة بالحقائق تزول الجبال ولا يزولون هذه حقيقة يثبتها العقل ويثبتها التأريخ ويثبتها الواقع المعاصر فضلا عن أن أحاديث العترة الطاهرة هي التي علمتني هذا نذهب إلى فصل بهذا اكتمل عندنا ستة أنواع من التحريف تحريف العنوان الإحاءات الشيطانية بحرف قلوب عوام السنة من قبل علماء السنة عن هذا الحديث إصطناع وافتراء أحاديث هي مكذوبة على رسول الله من أنه ترك للأمة الكتاب فقط ومر الكلام في هذا إبدال عبارة وعترتي بعبارة وسنتي حذف هذه الجملة من كثير من صيغي حديث الثقلين في كتبهم في كتب سقيفة بني ساعدة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا التحريف السادس وهو تحريف معنوي إدخال نساء النبي في العترة في عنوان العترة هذه الأنواع من التحريف موجودة بنحو واضح ومنتشر جدا في المكتبة الدينية السنية أجواء سقيفة بني ساعدة تعج بهذه التحريفات التحريف السابع وبيّنت لكم فيما تقدم من الحلقات من أنه تحريف مشترك بين السقيفتين فهو موجود في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة وموجود في كتب أتباع سقيفة بني طوسي ما يأتي من تحريف يضاف إلى حديث الثقلين يظهر منه أن الكتاب مقدم أن الكتاب معظم أن الكتاب أفضل من العترة فتارة يأتي التعبير بأن الكتاب هو الثقل الأكبر والعترة هي الثقل الأصغر فيأتي التعبير بالمقارنة ما بين الأكبر والأصغر وتارة يأتي التعبير عن الكتاب بالأعظم العترة ستكون دون هذه المنزلة وتارة يأتي التعبير عن الكتاب بالأفضل فالعترة ستكون دون هذه المنزلة وتارة يعبر عن الكتاب بالحبل الأطول فستكون العترة الحبل الأقصر هذه التعابير وهذه الصيغ موجودة في وفير من صيغ حديث الثقلين المختلفة في كتب السنة وفي كتب الشيعة أيضا فهذا تحريف مشترك فيما بين السقيفتين اللعينتين فيما بين سقيفة بن ساعد وسقيفة بن طوس هذا الموضوع لن أقف عنده طويلا الآن لكنني بعد أن أكمل الحديث في أنواع التحريفات الأخرى حينئذ سأعود إلى القرآن كي أحاكم هذه المضامين وهذه المعاني لكنني سأقرأ بعضا من النصوص هذه النصوص ترتبط بهذا المضمون بمضمون أن الكتاب هو الأكبر هو الأعظم هو الأفضل هو الحبل الأطول وأن العترة هي الثقل الأصغر وهي دون وصف الكتاب بأنه الأعظم ودون وصف الكتاب بأنه الأفضل وهي الحبل القصير بالمقايسة مع وصف الكتاب بأنه الحبل الأطول هناك من الأحاديث ما يقول بخلاف ذلك أأخذ بعض النماذج ما جاء في غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة التاريخ العربي صفحة 311 نقل الحديث عن كتاب مئة منقبة وهو كتاب لأحمد بن شاذان ابن شاذان في كتابه مئة منقبة نقل نصوص الأحاديث عن كتب المخالف هذا حديث جئت به على سبيل المثال عن كتاب مئة منقبة لابن شاذان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب أفضل لكم أفضل لكم من كتاب الله لأنه مترجم لكم عن كتاب الله أفضل لكم من كتاب الله لأنه مترجم لكم عن كتاب الله عن كتاب الله هذا المضمون هو هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة أنني أفضل لكم من مفاتيح الجنان للمحدث القومي ونحن نخاطب أئمتنا في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن الله سبحانه وتعالى جعلهم حفظة لسره وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه ونقرأ أيضا في الأمال للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في المجلس الخامس من مجالس الأمال هذا الكتاب قد يقال له مجالس الطوسي أيضا لكن المشهور يقال عنه الأمال أمال الطوسي في المجلس الخامس في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة إنه الحديث الثامن والثمانون بعد المئة وهو أول حديث في المجلس الخامس بسنده بسند الطوسي عن هشام بن حسان قال سمعت أبا محمد الحسن بن علي إنه إمامنا السبط إمامنا المشتبى سمعت أبا محمد الحسن بن علي يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر بعد استشهاد أمير المؤمنين هذه خطبة له في الكوفة بعد أن بايعه الناس فقال نحن حزب الله الغالبون يتحدث عن العترة الطاهرة فقال نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون أنا أسألكم هذا كلام إمامنا الحسن هل تستشعرون أن الإمام الحسن يتحدث عن أحد غيرهم يكون داخلا في هذا العنوان هذه كلمات ابن رسول الله أخاطب الشيعية والسنية على حد سواء نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين الذين خلفهما رسول الله في أمته والثاني الثقل الثاني والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالمعول علينا في تفسيره هؤلاء هم المفسرون هذا هو معنى الثقلين كتاب وعترة كتاب يحتاج إلى تفسير وعترة مفسرة فالمعول علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله نحن لا نعمل بالظنون ولا نعمل بالاحتمالات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لا نعمل بالاحتمال والفاتو لا نعمل بالظهر لا نعمل بالتأويله بل نتيقن حقائقه فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا الكلام مأخوذ من آيتين من سورة النساء الآية الأولى هي التاسعة والخمسون والآية الثانية هي الثالثة والثمانون وقد تحدثت عن هذا في الحلقة الماضية وأحذركم الإصغاء لهتاف الشيطان فإنه لكم عدو مبين ما هو هذا الإصغاء لهتاف الشيطان حينما نصغي للألبان وأمثاله حينما ندخل في العترة منهم ليسوا من العترة هذا فتح لباب الضلال والإضلال النبي قال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا إذن هناك جهة محددة حينما نأتي بغيرهم وندخلهم في العنوان نفسه هذا تضليل للناس وإضلال القضية واضحة جدا وكلمات إمامنا الحسن لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير أعيد قراءتها عليكم هذا الكلام قاله إمامنا الحسن في خطبة عامة بين المسلمين بعد أن بايعوه في الكوفة وليس في مجلس خاص نحن حزب الله الغالبون وعترة رسوله الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون وأحد الثقلين الذين خلفهما رسول الله في أمته والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالمعول علينا في تفسيره لماذا؟ لأن رسول الله لم يفسر كل الحقائق وإنما فسر للأمة ما كانت الأمة تحتاج إليه ما سيأتي في قادم الأيام فهو موكول إلى العترة المفسرة فالمعول علينا في تفسيره لا نتظنى تأويله بل نتيقن حقائقه لا نتظنى تأويله بل نتيقن حقائقه فأطيعونا أطيعونا هذه الإطاعة تتفرع على ما ذكر من مقدماته فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة إلى آخر ما قاله إمامنا الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه في السياق نفسه أقرأ عليكم من كتاب سليم بن قيس في الطبعة نفسها في الصفحة الخامسة والخمسين بعد الستمائة من حديث طويل فيما بين أمير المؤمنين وطلحة فقال علي بن أبي طالب يقول لطلحة إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض هذا الكلام قاله رسول الله في يوم عرفة وفي غدير خم وفي اليوم الذي قبض فيه ورحل عن الدنيا إن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ويوم عرفة في حجة الوداع ويوم قبض في آخر خطبة خطبها حين قال إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوت كهاتين الإصبعين وأشار بمسبحته والوسطى أشار هكذا بيده اليمنى أشار بمسبحته والوسطى لأن النبي في موقف آخر حينما تحدث عن الثقلين جمع بين مسبحتين وقال إني أقول هكذا ولا أقول هكذا وقال إني أقول هكذا وجمع بين مسبحتين ولا أقول هكذا وجمع بين مسبحته والوسطى في هذا الموقف أراد أن يقول من أن التطابق والتوافق على طول الخط من الآن من لحظة الكلام حتى يرد علي الحوت هناك تطابق وتوافق بين الكتاب والعترة ولكن في هذا الموقف النبي قال هكذا لماذا أراد أن يقول من أن العترة مقدمة على الكتاب فإن اللطيف الخبير قد عهد إليه إنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوت كهاتين الإصبعين وأشار بمسبحته والوسطى فإن إحداهما قدام الأخرى فتمسكوا بهما لا تضلوا ولا تزلوا ولا تقدموهم ولا تخلفوا عنهم ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم ثم ماذا يقول أمير المؤمنين وإنما أمر العامة عامة المسلمين أن يبلغوا ملقوا من العامة ممن لم يكنوا قد سمعوا رسول الله بإيجاب طاعة الأئمة من آل محمد عليهم السلام وإيجاب حقهم ولم يقل ذلك في شيء من الأشياء غير ذلك وإنما أمر العامة أن يبلغوا العامة بحجة من لا يبلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله جميعا ما بعثه الله به غيره هذا الأمر أو كله إلى عامة المسلمين أن يبلغوا هذه الحقيقة بينما لم يطلب بلسان الوجوب من عامة المسلمين أن يبلغوا بقية المسلمين شيئاً كهذا هذا هو الذي يقوله أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه هناك هناك موقفان هناك موقف نحن نعرفه من أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين مسبحتيه وقال أقول هكذا ولا أقول هكذا جمعاً بين المسبحة والوسطى النبي هنا بين المسبحة والوسطى ومن أن الوسطى أطول من المسبحة يريد أن يقول من أن العترة هي التي تقدم وهذا شيء طبيعي لأن المفسر يكون حاكماً على المفسر نحن عندنا نص نحتاج إلى تفسيره وعندنا مفسر من هو الذي يحكم على الآخر النص الذي بحاجة إلى تفسير يحكم على المفسر أم أن المفسر يحكم على النص الذي هو بحاجة إلى تفسير قطعاً المفسر يكون حاكماً على النص الذي هو بحاجة إلى تفسير وهذا هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله نحن بحاجة إلى المفسر قبل أن نكون بحاجة إلى النص الذي يحتاج إلى تفسير إذا حصلنا على النص الذي يحتاج إلى تفسير ماذا نصنع به؟ علينا أن نبحث عن مفسر بينما إذا عرفنا المفسر حتى لو لم يكن عندنا النص فحينما سيكون عندنا النص سنعود به إلى المفسر الحاجة الأولى للمفسر وليست إلى النص النص يأتي تباعا فما بالنا إذا كان النص شأنا من شؤون هذا المفسر فما جاء في إشارة النبي بين المسبحتين دلالة على التطابق والتوافق نظرياً علمياً وعملياً وفعلياً وقولياً وأحوالياً في كل الأحوال فيما بين الكتاب والعترة وما جاء في إشارة رسول الله بالوسطى والمسبحة إنه يشير إلى التفاضل بين الثقلين فإن العترة هي المقدمة أما هذه الأحاديث التي وردت فيها صيغة الأكبر بخصوص الكتاب وصيغة الأعظم والأفضل وصيغة الحبل الأطول هذه أحاديث محرفة وسأثبت لكم من أنها أحاديث محرفة حينما نعود إلى القرآن لكن ليس في هذه الحلقة في الحلقة القادمة سأذهب معكم إلى القرآن كي نكتشف الحقيقة الكاملة نذهب إلى فاصل التحريف الثامن والتاسع وسأحدثكم أيضاً عن التحريف العاشر التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بني طوس إذن من التحريف الأول إلى التحريف السادس تحريفات خاصة بسقيفة بني ساعدة التحريف السابع الذي تم الكلام فيه مشترك بين السقيفتين اللعينتين التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بني طوس ألا لعنة الله عليها التحريف الثامن ما يتحدث عنه الطوسيون من التساوي في المنزلة ما بين الكتاب والعترة ناظرين إلى الأحاديث التي لم يرد فيها وصف الأكبر بالنسبة للكتاب وصف الأعظم وإنما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي يتحدثون عن التطابق في المنزلة لا بد أن نعرف أن الحديث يتحدث عن التطابق والتوافق في جهة من الجهاد عن عدم الاختلاف نظريا وعمليا فيما بين الكتاب والعترة لكنه لا يتحدث عن التطابق في المنزلة بينت لكم من أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية وسيأتينا الكلام عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذن التحريف الثامن هو ما يعتقده الطوسيون من أن الكتاب والعترة في منزلة واحدة هناك منهم من يعتقد من أن الكتاب أعلى منزلة من العترة مثل ما جاء في التحريف السابع وهو تحريف مشترك فيما بين السقيفتين التحريف الثامن خاص بسقيفة بني طوسي اللعينة فيجعلون الكتاب والعترة بمنزلة واحدة لن أطيل الوقوف هنا لأنني حينما سأعود إلى القرآن في الحلقة القادمة ستعرفون بطلان كل هذا الكلام وستعرفون حقيقة معنى حديث العترة من خلال آيات الكتاب هذا التحريف الثامن التحريف التاسع التحريف التاسع الطوسيون جعلوا حديث الثقلين جعلوه الغاية في العقيدة وجعلوه الغاية في معرفة العترة بينما حديث الثقلين لا يمثل شيئا من ذلك حديث الثقلين حديث للمحاججة وأحاديث المحاججة تمهد الأرض وتمهد الطريقة للباحثين عن الحقيقة أكثر الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع في الأزمنة القديمة أو في زماننا جاءوا إلى التشيع من باب حديث الثقلين بغض النظر هل وفقوا بعد ذلك لم يوفقوا بالنتيجة دخلوا إلى التشيع من هذه البوابة فحديث الثقلين بوابة بوابة لا تمثل نهاية المطاف ولا تمثل الغاية في الاعتقاد مادة للمحاججة نحتج بها على أتباع سقيفة بني ساعد وامثالهم لا يمثل الغاية في العقيدة ولا يمثل التمام والكمال في المعرفة ولا يمثل نهاية المطاف في طريق محمد وآل محمد وستعرفون هذه الحقائق كلها حينما أعود إلى آيات الكتاب الكريم إذن هذه التحريفات سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى القرآن أتحدث بشكل خاص عن التحريف السابع وعن التحريف الثامن وعن التحريف التاسع وحتى التحريفات السابقة سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم إلا أنني أخص بالذكر هذه التحريفات لأنها هي الأخطر التحريف السابع التحريف الثامن التحريف التاسع هي الأخطر في أجوائنا الشيعية بالنسبة لأتباع سقيفة بني ساعدة مشكلتهم كبيرة كبيرة جدا والحديث معهم إذا أردت أن أوجهه إليهم بشكل خاص فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا لذا فإنني أعتبر من هذه الجهة من جهتي أن الكلام موجه إلى الباحثين عن الحقيقة من الذين يقولون نحن شيعة من أن الخطر بالنسبة للثقافة الشيعية يقع في دائرة هذه التحريفات في التحريف السابع والثامن والتاسع أخطر التحريفات هو التحريف العاشر وأخبثها وأنجسها وهذا التحريف من مبتدعات الطوسيين في زماننا في العصر المتأخر بحدود معلوماتي فإن أول من ابتدعه بشكل صريح هو المرجع الشيعي إحسين البروجردي أكبر مرجع في الخمسينات في زمانه في خمسينات القرن العشرين في حوزة قم أول من ابتدع التحريف العاشر هو إحسين البروجردي وتبعه من تبعه ومن أكثر المتأثرين به المرجع المعاصر السيستاني لأنه من تلامذة البروجردي وقد تأثر كثيرا بمنهج البروجردي ما هو هذا التحريف العاشر التحريف العاشر من أننا نركز القول بخصوص حديث الثقلين على أنه يبين لنا أن العترة أن العترة أئمة في العلم في العلم الديني وهذا أخطر وأقذر وأنجس وأخبث وأوسخ وأضل وأسفه وأجهل وأقبح ما قيل في المقام كلام شيطاني معسول لكنه عسل مسموم عسل امتزج فيه خراء الخنازير مع أخطر السموم مع سموم الأفاعي فهذا هو حديث الثقلين يعرض لنا العترة على أنهم أئمة في العلم الديني خطير هذا الكلام خطير جدا حياة الإمام البرجردي كتاب لأحد تلامذته محمد واعظ زاد الخراساني من مجتهدي الحوزة القمية والحوزة الخراسانية في مشهد محمد واعظ زاد الخراساني من تلامذة إحسين البرجردي حياة الإمام البرجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الصفحة الحادية والتسعين وتحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة كان الأستاذ يعني البرجردي المرجع كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة بالنسبة للمراجع الطوسيين هذا الكلام صحيح وبدرجة مئة بالمئة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين وإلى يومنا هذا الكلام صحيح بالنسبة لهؤلاء أما بالنسبة لحديث أهل البيت فهذا كلام باطل كيف يكون كلام أهل البيت صلوات الله عليهم حاشية على كلام المخالفين هذا كلام الحقيقة وكلام الصدق وذلك كلام الأكاذيب والإفتراءات والترهات ولكن هذا هو المنطق البرجردي وهو نفسه المنطق السيستاني السيستاني أيضا يتبنى هذا المنطق في دروسه وأبحاثه هذه عملية الخلط والخبط هي التي أودت بالشيعة إلى الضلال وإلى عدم معرفتهم بدين العترة الطاهرة الشيعة لا يعرفون دين العترة الطاهرة الشيعة يعرفون الدين الطوسي المذهب الطوسي القذر دين العترة الطاهرة الشيعة لا تعرف عنه شيئا وهذا البرنامج برنامج الخاتمة فيه ما فيه من الأدلة والوثائق والحقائق التي تثبت هذا الأمر من أن الشيعة لا يعرفون شيئا عن دين العترة الطاهرة ابتداء من مراجعهم وانتهاء بعوامهم هكذا فعلوا فيه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في صفحة 186 من الكتاب نفسه على سبيل المثال من الذي يقول مؤلف الكتاب محمد واعز زاد الخراساني تلميذ البروجردي على سبيل المثال ما رأيت ما رأيت السيدة الأستاذ يعني المرجع البروجردي يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدرس وفي خارج الدرس بل سمعته في جلساته الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول ماذا يقول هذا الرجل هذا الشيعي ماذا تقولون أنتم أين إذن بيعة الغدير أين القرآن القرآن يا أيها البروجردي في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد بكل أسراره والنبوة بكل حقائقها والقرآن بكل معارفه والإسلام بكل عقائده كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير هذه الآية على الأقل نحن الذين نقول من أننا شيعة لعلي نعتقد بأنها في بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة فيها التوحيد بكل أسراره الرسالة فيها النبوة بكل حقائقها وغيبها الرسالة فيها القرآن بكل معارفه وعلومه وظواهره وبواطنه الرسالة فيها الإسلام بكل عقائده التي يرتبط منها ما يرتبط بعالم الشهادة ويرتبط منها ما يرتبط بعالم الغيب كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والكلام الخطير في آخر الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين أتدري ماذا تفعل يا أيها البرجردي إنك تكفر بدين الله هذا هو دين الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنك تكفر بدين محمد صلى الله عليه وآله هذا في جلساته الخاصة لو كان في جلسة عامة لقلنا هناك تقية هناك مدارات هناك مجاملة ولكن في جلساته الخاصة هكذا يقول مسألة القلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين أساسا يوجد مسلمون بحسب القرآن إنهم كافرون الذين كفروا ببيعة الغدير كافرون بنفس القرآن إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي مسلمين أنت تتحدث عنهم يا أيها البروجردي أنت شيعيون بطخيون أنت من أي صنف أنت هذا المنطق هو منطق أسستاني تلميذه نفسه حينما عقد الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق في النجف جاءوا وزار السستاني فتحدث إليهم بهذا الحديث هذا المطبوع من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف وهذا الاجتماع كان بتأريخ ستة وعشرين أهدعش ألفين وسبعة ولغاية سبعة وعشرين ألفين وسبعة أي بعد سقوط النظام البعثي ولا تقية في المقام البيان كله والحديث كله من لسانه من فمه كله يخالف منهج العترة الطاهرة وولا تحدث بلسان التقية إلى أن يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء هذا الكلام هو فمثل ما يقوله البرجردي أستاذه في جلساته العام يقوله في جلساته الخاصة وهذا هو حال السيستاني أيضا هؤلاء ما هم شيعة بحسب القرآن بحسب القرآن لا بحسب أنا أنا لا أصنف الناس من أنا حتى أصنف الناس الله هو الذي يصنف الناس هذه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يعتقدون بالعقيدة وفقا لبيعة الغدير هؤلاء كافرون وهذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر في القرآن لماذا لأن بيعة الغدير جعلت في مكان من دونها التوحيد بكله النبوة بكلها القرآن بكله الإسلام بكله يساوي صفرا هذا يعني أن الكفر بالتوحيد سيكون أهون من الكفر ببيعة الغدير بحسب الآية لا بحسب أنا بحسب الآية الآية واضحة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة فيها توحيد ونبوة وقرآن وإسلام بكل عقائده كل هذا لا يساوي شيئا من دون بيعة الغدير لماذا هل القضية عبثية القضية ليست عبثية لأن حقائق القرآن لم يبينها رسول الله بيّن ما تحتاج الأمة إليه ما بقي من القرآن وما بقي من حقائق الدين لم يبين لا بد من جهة معصومة من قبل الله هي التي تشرف على بيانه وشرحه وتفسيره وهذا هو الذي تحقق في بيعة الغدير من هنا فإن الأصل في الدين في بيعة الغدير لا لأن القضية تخص علي صلوات الله وسلامه عليه وهناك عقدة نفسية في الوسط الشيعي أو في الوسط السني فيما يرتبط بالعلاقة مع أمير المؤمنين القضية تأخذ اتجاه آخر حقائق الدين لا يمكن أن تبين من دون بيعة الغدير وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن فمن دون بيعة الغدير ليس هناك من دين ليس هناك من توحيد التوحيد الذي بينا أيام رسول الله بحسب مرحلة التنزيل لأن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم في زمن النبي العقل البدوي بحاجة إلى مستوى من الفهم يتناسب معه فبيان التوحيد مما فسره النبي من القرآن بما يناسب تلك المرحلة ما بعد الغدير حيث بدأت مرحلة التأويل فإن التوحيد سيأخذ اتجاه آخر هذا هو الذي تتحدث عنه الآية التوحيد في مرحلة التنزيل غير التوحيد في مرحلة التأويل حقيقة النبوة في مرحلة التنزيل غير حقيقة النبوة في مرحلة التأويل وهكذا القرآن وهكذا عقائد الإسلام والدين والبيان في مرحلة التأويل تدريجي وهذا هو معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا من أوضح معانيه هو هذا الذي تحدثت عنه حقائق التنزيل والتأويل لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه التفاصيل لكنني أعود إلى ما قاله السستاني هكذا يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الإبتلاء من قال بهذا الكلام بيعة الغدير عهد ثابت في أعناقنا خلافة رسول الله هي أساس ديننا حديث الثقلين هو هذا لكنهم حرفوه هذا تحريف لحديث الثقلين وهذا فهم بدوي أعرابي للدين الدين لا يفهم بهذه الطريقة هؤلاء أعراب أتحدث عن الأعراب لا من جهة الانتساب إلى القومية العربية وإنما أتحدث عن الأعراب لأن الأعراب في ثقافة العترة عنوان للنواصب ولذا يقال عن الأول والثاني الأعرابيان وما جاء في أحاديث العترة لا تكون أعرابا أي لا تكون على ثقافة النواصب على ثقافة السقيفة بني ساعدة وهذا هو الذي يقوله البروجردي فماذا يقول البروجردي مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول أن يعرف دينهم أن يعرف أئمتهم هذا هو الذي قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هذا هو زلل البروجردي وزلل السيستاني وزلل الخوئي وزلل محمد باقر الصدر وهكذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو نبذ العهد المأخوذ منهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنما المفيد لحال المسلمين اليوم ما هو يا أبو العريف ما هو إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادرة التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا أن نحول العترة إلى كتب من طيح الله عظكم وعظ دينكم إنما إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادرة التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا من هنا كان السيد يعني البرجردي يؤكد على حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل أبدا كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحاو ولا يكاد يمر شهر على دروسه دون أن يذكر في مناسبة هذا الحديث لماذا لأنه يستدل بهذا الحديث على أن نعرض العترة على أنهم مصادر علم ديني وهذا الذي يقصده إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا هؤلاء لا يفقهون معنى الدين الدين عند هؤلاء في سقيفة بني طوسي هو هو الدين في سقيفة بني ساعد وكأنه تنظيم حزبي وكأنه فكرة عقيدة قومية يجتمع عليها جمع من الناس الدين عند العترة الطاهرة ليس كذلك الدين الدين فيه بعد تكويني وليس الدين فكرة في العقول وفي الأذان نحن لسنا في تنظيم حزبي التنظيم الحزبي فكرة يتجمع حولها جمع من الناس الدين ليس كذلك لا بد أن نعرف من أن علاقتنا مع الله علاقة تكوينية قبل أن تكون تشريعية وجودنا من الله ووجودنا بالله من دون الله هل لنا من وجود الجواب كلا من دون الله هل يستمر وجودنا الجواب هذه علاقتنا بالله علاقتنا بالله ليس تشريعية علاقتنا بالله تكوينية يا أيها الناس يا من يملك هنا عقلا العلاقة بالله ليس التشريعية وجودنا من الله بقاء وجودنا من الله حياتنا من الله حياتنا غير وجودنا الوجود شيء والحياة شيء الحياة هذه النشاطات التي نمارسها في أيامنا ونحن نعيش في الدنيا أما وجودنا فهو مستمر قبل أن نأتي إلى الدنيا لنا وجود قبل أن نأتي إلى الدنيا ولنا وجود بعد أن نرحل من هذه الدنيا وجودنا من الله وبقاء وجودنا من الله وحياتنا من الله وبقاء حياتنا من الله وبالله كل شيء عندنا من الله وإلى الله هذه علاقتنا بالله علاقتنا بالله ليست تشريعية ليست مرتبطة بفكرة رابطتنا بالله رابطة تكوينية كل نفس من أنفاسنا هو جزء من علاقتنا بالله كل دفقة دم في شراييننا يمثل جزء من علاقتنا بالله كل خطوة نخطوها على الأرض تمثل جزءا من علاقتنا بالله علاقتنا بالله تكوينية يا أيها الناس قبل أن تكون تشريعية إنما التشريع يأتي في سياق التكوين لا قيمة لعلاقتنا التشريعية من دون علاقتنا التكوينية التشريع حالة طارئة على التكوين أساس علاقتنا بالله علاقة تكوينية التشريع يأتي في سياق التكوين ولن يكون دينا حقيقيا ما لم تكن هناك ممازجة ما بين التشريع والتكوين هذا هو الدين هذا دين العترة الطاهرة هل تفقهون أو لا تفقهون ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء هكذا نخاطبهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم من أراد الله تكوينا وتشريعا تكوينا وتشريعا من أراد الله بدأ بكم تكوينا وتشريعا ومن وحده قبل عنكم هذا هو التوحيد الذي أخبرتكم عنه من أنه فكرة عن الله نأخذها من المعصوم وإلا فنحن لا نعرف الله لكنها فكرة مناسبة لتنظيم علاقتنا مع الله تأتينا من خلال المعصوم ما هو توحيد عندنا لا يمثل معرفة حقيقية عن الله وإنما يمثل معرفة حقيقية بخصوصنا بالنسبة لنا فما نعرفه عن الله بما يناسبنا مثلما هذه الحيوانات تعرف عن الله ما يناسبها حتى هذه الفيروسات تعرف عن الله ما يناسبها ما كل شيء يعرف عن الله ما يناسبه وإلا لما كان موجودا وجوده دليل علاقة فيما بينه وبين الله وجود أي شيء دليل علاقة فيما بين ذلك الشيء الموجود وبين الله وإلا فعلاقته بمن هذا الموجود أيا كان علاقته بمن هل بغير الله هل يوجد غير الله فعلاقة كل موجود هي بالله ووجوده وجود الموجود عنوان علاقته بالله بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده الزيارة هنا محرفة توجه بكم النص الصحيح توجه إليكم ومن قصده توجه إليكم موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهدات الأبرار وحجج الجبار هذا الجانب الديني المعرفي بكم فتح الله وبكم يختم هذا فتح وختم فيه الجهتان جهة التكوين والتشريع بكم فتح الله تشريعا وتكوينا وبكم يختم تشريعا وتكوينا وبكم ينزل الغيث هنا الكلام تكويني صريح وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وهنا يأتي التمازج ما بين التشريع والتكوين في الحالات النفسية والوجدانية التي يعيشها المؤمن بدين العترة إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة يا أيها الشيعة الذين تقولون إننا شيعة لعلي الدين ما هو بفكرة حزبية الدين علاقة مع الله وأساس العلاقة تكويني أولا ويأتي التشريع في سياق العلاقة التكوينية ألا يقولون هكذا في علم الكلام وهم مصيبون في قولهم هذا من أنه يجب علينا أن نعرف الله لماذا؟ لأن الله هو المنعم الذي أنعم علينا ويجب علينا أن نشكر المنعم هذا كلام صحيح والإنعام أمر تكويني لا أريد أن أذهب بعيدا مع المتكلمين في ترهاتهم لكن بداية الكلام لأنهم أخذوها من النبي والعترة الطاهرة جاء الكلام سديدا علاقتنا تكوينية ويأتي التشريع في سياقها والدين الحقيقي أن نعيش الممازجة بين التكوين والتشريع وينعكس هذا على حياتنا الدينية والدنيوية هذا هو الدين أما هذا الذي يتحدث عنه السيستاني ويتحدث عنه البروجردي ويتحدث عنه الخوئي ومحمد باقر الصدر والآخرون هذا دين الأعراب هذا دين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل